لكل الصحب آمين لكل الصحب آمين لكل الصحب آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كل شيء هارك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات ربي وسلامه علي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه حيا ما زلنا جماعة في دروس من حياة أنجب وأنبل وأفضل تلميذ من تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا أبو بكر الصديق وإحنا نلادي على موعد مع الحلقة الثانية من حياة الصديق رضي الله عنه ورضاه الحقيقة حياته مليئة وحافلة بالمواقف الجميلة والمؤثرة ومليئة بالتطحية والبزد والحب والعطاء واليقين أشياء كتيرة جدا حقيقة لا يسعنا أن نتكلم عن كل هذه الأشياء لكن فعلا حسبنا أن نقول إذا أردنا أن نختصر ترجمة لأبي بكر نقول هو تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وقفنا المرة الفاتحة جماعة حدثنا عن صفحة من صفحات حب الصديق لأستاذ الصديق صلى الله عليه وسلم وبنورة قصة جميلة جدا يعني روتها من عائشة رضي الله عنه ورضاها بتقول لما اجتمع الصحابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عددهم موصل حوالي 38 صحابي في هذا الوقت قالت فألحى أبو بكر على النبي في الظهور يعني يا رسول الله عزيزي نظهر بقى ونجهر بالدعوة بتاعتنا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم النبي طبعا يعني صاحب الفطنة والحكمة صلى الله عليه وسلم ونظر للأمور بمقياس تاني فقال إنا قريم يا أبا بكر لساعدنا قليل فألحى أبو بكر على النبي مرة بعد مرة حتى وافق النبي صلى الله عليه وسلم على الظهور خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبو بكر والصحابة اللي كانوا معاه ودخلوا بيت الله الحرام في أمام بقى المشركين قام أبو بكر خطيبا في الناس يذكرهم بالله سبحانه وتعالى فكان أول خطيب يدعو إلى الله سبحانه وتعالى بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه وارضاه فالمهم المشركين طبعا لما شافوا المنظر الجماعة ما سكتوش فانقضوا على أصحاب النبي ضربا كان أكتر واحد ضرب هو مين؟ طبعا أبو بكر هو اللي قام خطيبا بين الناس فنزل عليه واحد يسمى عطب بن ربيع عليه من الله ما يستحقه نزل عليه بين علين مخصوفتين وبسل النعل وبدأ ينزل على وجه سيدنا أبو بكر وصعد على بطن وصدر أبو بكر وفدل يضرب فيه لحد دما سيدنا أبو بكر يعينيه كلها ووش كله تورم من شدة الضرب حتى لا يعلم رأسه من أنفي من وجهه كل حياته أو كل وجهه سيدنا أبو بكر يعني أصيب بالسبب هذا الضرب الشديد المهم بعد ذلك جاءت قبيلة سيدنا أبو بكر يا بني تيم فرحوا شايرين كريش وبعدوهم عن سيدنا أبو بكر ثم حملوه إلى البيت ورجعوا مرة أخرى وقالوا والله لأن قتل أبو بكر لنرجعنا ونقتلنا عطبة بن ربيع اللي هو ضرب سيدنا أبو بكر راحوا طبعا كان في غاية التعب والإعياء وأغشي عليه حتى آخر النهار حتى آخر النهار لحد بالليل فالمهم وصوا أم سيدنا أبو بكر أنها تطعمه أو تسقيه فلما جاءت تطعمه في آخر النهار ما قال إلا كلمة واحدة ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شوفي الحب هذه يا أخي واحد مضروب ومتورم وجسم كله بينضح بالدماء رضي الله عنه ورغم ذلك لا يهم أي شيء من الدونس وإيه ما فعل رسول الله الموقف ده جماعة بيفكرني الموقف ده بيفكرني الموقف تاني لمرأة وإن كانت هذه المرأة لم يفكر اسمها لكن حسبها أن الله يعرفها المرأة ديت لو تفتكر معايا والنبي راجع من غزب الأحد لما قتل سبعين من خيرة أصحاب النبع السلام والنبي راجع حزين حزين جدا وكان معا الصحابة فالصحابة كانوا ايه ماشيين من مكان كده بعضهم كان ماشي مع النبع السلام وبعضهم كان متأخر كده فأبلوا امرأة من بني دينار فقالوا لها قتل أبوك أبوها تقتل في غزة أحد واخوها وجزها وابنها الأربعة تخيل قتل أبوك قالت وما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لها قتل ابنك قالت وما فعل رسول الله قتل أخوك قتل زوجك كل مرة تقول إيه وما فعل رسول الله كل ده هي أهم حاجة عندنا من النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا هو بخير قالت أريد أن أراه فأخذوها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلما رأته ونظرت إليه قالت له كلمة واحدة قالت كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله أي حاجة في الدنيا دي تهون طالما أنت سليم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وده اللي عمل في يدنا أبو بكر قالوا لهم قالت له أمه أتأكل يا ابنين قال ما فعل رسول الله قالت ولا أدري يعني مين هو أنا معرفش حاجة عنه خالص كانت لسه أمه ما أسلمتش يعني فقالت لهبي إلى أم جميل بنت الخطاب اللي يا أخته أمر بالخطاب فاسأليها ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت وبحثت عنها فلقتها قالت لها يا أم جميل ما فعل رسول الله فشوف بقى أم جميل زكية جدا طبعا لأن المسألة كلها كالدعوة سرية يعني فقالت لها من رسول الله ومن هو أبو بكر أنا لا أعرف محمد بن عبد الله ولا أعرف أبا بكر لكن لو حبتنا أجي معاك على شيء يشوف ابنك اللي هو مصاب ده أنا مستعد قالت لها تعال فراحت ودخلت على سيدنا أبو بكر فوجدته مضمخا بالدماء من شدة الضرب فصرخت وقالت والله إن قوما فعلوا بك هكذا لأهل كفر وفسق وأسع الله عز وجل أن ينتقم لك منهم فالمهم فسألها قال لها يا أم جميل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أم جميل برضو زكية جدا جدا ومحفظة على سر النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا أبا بكر هذه أمك تشاهد بارك اللي إيه ما أمه لسا ما أسلمتش فقال لا عليك منها ما تخفيش يعني الدنيا أمان يعني فقالت هو بخير يا أبا بكر قال أريد أن أرى لله علي ألا أذوق طعاما ولا أشرب شرابا حتى آتي فأرى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنوا لحد أما الدنيا كده الرجل هدأت والدنيا اللي يريد ورحوا إيه مثل الدنيا هما الاتنين ودخلوا بيها على النبي صلى الله عليه وسلم والدماء بتنزف منه رضي الله عنه ورضاه فأول ما دخل مني اللي شافه النبي على السلام عمل إيه مع النبي يا جماعة أول ما دخل مباشرة أخذه النبي في حضنه وقبله ورق له رقة شديدة هو وكل من معه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبا بكر يا رسول الله بأبي أنت وأمي ما بك قال له ما لحنا ما فيش حاجة فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله والله ما نالني من شيء إلا ما كان من أمر هذا الفاسك الذي ضرب وجه أنا ما حصلش حاجة غير إيه غير ما ناله من إيه من الأزى في وجه ثم قال له شو خبالك نيسي بأكل دوت اطمنت على النبي على السلام مش مهمة بأكل جراح اللي أنا فيها دي كلها أنا عايزة اطمن برضو على أمي أمي لسم أسلمتش فقال له يا رسول الله هذه أمي برة بولدها برة بولدها وأنت مبارك يا رسول الله فادعوا الله لها أن يستنقذها من النار وادعوها إلى الله عز وجل عصى الله عز وجل أن ينقذها من النار فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها بالله فأسلمت في التوبة واللحظة هل تقول لك يعني يا جماعة الموقف حقيقي الموقف مؤثر جدا أننا نطلع منه بقى بشوية دروس بس فعلا نصلى لحبيبك صلى الله عليه وآله وسلم فأول درس يعني سبحانه الله شوف قدي يا جماعة سيدنا أبو وكر كان بيحب النبي صلى الله عليه وسلم وقد ده كان بيتمنى أنه يفدي بحياته بالله عليك وسؤال وإنت اللي تقول لي نفسك بقى فعرف تحب النبي صلى الله عليه وسلم ربع الحب اللي حبه سيدنا أبو وكر يا جماعة ده الجماد حب النبي الجماد تخيل النبي عسلم والحديث في البخاري لما كان معدل مع الصحابة قدام جبل أحد وكلام ده كان هو راجع من غزة أحد فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بيشير للجبل وقال للصحابة أحد جبل هو في نظركم شوية سخور وطراب ومعادن وحاجة كده لكن دليل حسيس قال أحد جبل يحبنا ونحبه ما هو يا جماعة سبحانه الملك يعني ده إذا كان عرش الرحمن اهتز الموت تلميذ من تلميذ النبي اللي هو سعد بن معاذ فإزاي الجبل ما يحبش النبي عليه الصلاة والسلام حاجة تانية جميلة جدا الحديث في البخاري أيضا لما سيدك النبي على السلام في يوم الآيام كان بيخطب يا جماعة على جزع من خشب أطعينه من نخلة فالمم في يوم الآيام جاءت امرأة من الأنصار قالت له يا رسول الله نصنع لك من برا تخطب عليه قال أجل فصنعوا للنبي منبر فقام النبي يخطب في الجمعة اللي بعدها من على المنبر ده فبكى الجزع بكى الجزع حزنا لفراخ النبي صلى الله عليه وسلم حب للنبي وحب للذكر الذي كان يقاله فوق الجزع فنزل النبي فالتزم الجزع يعني احتضن الجزع وفي رواية أن النبي أصر للجزع بكلمة قال له إن شئت ورست فعدت أبها مما كنت لو حبيت نغرسك قدام المسجد ترجع شجرة تانية جميلة أحلى بالأولى وإن شئت ورست في الجنة فيأكل منك المؤمنون فاختار الجزع شوف حلو الهمة حتى في الخشب فهم زي قال فاختار الجزع أن يغرس في الجنة يعني لما بنا ان شاء الله يجمعنا في الجنة يا جماعة نروح نأكل من الجزع ده ان شاء الله ونقول هو ده الجزع اللي بكى حزنا لفراخ النبي صلى الله عليه وسلم ده الدرس الأولين الدرس التانية يا جماعة شوف أدي أم جميل بنت الخطاب كان حريصة جدا على عدم إفشاء سر النبي صلى الله عليه وسلم الحقيقة الموضوع ده كمان يعني كان برضو بيفكرنا بموقف جميل جدا عشان تعرف إن كل الصحابة كانوا حارسين جدا محدش فيهم يوفش سر النبي سيدنا أنس ابن مالك في يوم الأيام بيقول لقيني النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلني فيه حاجتني أرسل ويجيب له حاجة فتأخر على أم سلامي اللي هي أم أنس قال فلما ذهبت إليه قالت ما حبسك إلا أخرك فقلت كنت قد ذهبت لأداء أو لقضاء حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت ما هي قاله هو سر فمن زي ما أقدرش أفسي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أم سليم أجل لا تفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبو بكر الصديق مردش عليه يعني قال له إيه رأيك تحب أجوزك حفصة فسكت رح رايح عارض على مين على سيدنا عثمان فقال له يا عثمان أتريد حفصة إيه رأيك أجوزك حفصة سيدنا عثمان رح معرض بالكلام كده بشكل زوق كده جميل قال إني أرى ألا أتزوج في يومي هذا يعني تخيل أنت بترد علي بنتك فقال لك والله أنا شايف أن أنا مش عايز أجوز أم الأربعة مثلا يعني كده أخذ بالك في سيدنا عثمان جذلوا بالشكل الجميل ده فقال إني أرى ألا أتزوج في يوم هذا بعدها بفترة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت أمة للمؤمنين سيدنا عمر كان مدائي من سيدنا أبو بكر في الموقف ده وهم طبعا صرحة ما بيعرفوش بقى لا يجمل ولا ينفق رضي الله عنهم جميع مأرضاهم فسيدنا عمر قابل سيدنا أبو بكر فقال لا أبو بكر لعلك وجدت علي في نفسك يا عمر حينما عرضت علي حفصة فلم أرد عليك بشيء قال أجل ما قلوش بقى لا ده أنت حبيبي يا أخي وكلام ده كله لا قال له أنا وجدت على نفسك ووجدت في نفسك منك كنت متضايق فأبو بكر راح بقى إيه زي المسألة دي كلها بكلمة حلوة قال أما إني كنت قد سمعت رسول الله يذكرها عرفتني أن أبعيز تجاوزها فكرهت أن أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها النبي لا تزوجتها أنا قلت بالك إيه السبب اللي خلاني ما ردتش عليك أنا مش عايزة في سر رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى أم جميل كانت حارسة جدا أنها إيه لا تفشي سر رسول الله وكاتت خايفة تقول أي كلمة قدام أم أبو بكر إنها كانت لسه إيه ما أسلمتش الدرس الثالث لما أبو بكر راح للنبي النبي عامل معي يا جماعة أول ما شافه كده متعور ومتورم وتعبان أمه رح واخده بالحضن ورح مقبله أكيد كل واحد فينا مشتاء لحضن وقبلة بالمنظر ده من النبي صح الله يا جماعة لكن طب يسأل نفسك بالله عليك خلينا كده بقى صرحة مع بعض إسأل نفسك أنا أستاهل إن النبي يحضن ويقبلني طب على إيه أنا عملتي عشان يحضن ويقبلني طب إنت لو عايز النبي عسام فعلا يحضنك ويقبلك طب ما تقدم حاجة لدين الله طب ما تتبع النبي على السلام طب ما تحب النبي بجد وتنصر سنته ويوم الإيامة يقابلك على الحض وياخدك بالحضن ويقبلك إن شاء الله سبحانه وتعالى رقم أربعا أبو بكر رضي الله عنه ورضاه منسيش أمه فعزمه متورم وتعبان ومتعور وداخل والنبي خده بالحضن وباسه آه انت ديتني نصيبي أنا خدت حظ منك يا رسول الله لكن أمي بقى ما قدرش أسيبها كده كفر نفسي منها تخش الجنة شوف فقال له إيه فقال له يا رسول الله هذه أمي برة بولديها وأنت مبارك فادعوا الله لها وادعوها إلى الله فدعاها النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت في التو واللحظة أنت أخبرك إيه مع أمك وأبيك يا طرى لما شفتهم على معصية يا طرى ذكرتهم بالله بس باللين وبالرحمة وبالأدب يا طرى فكرت أنت في يوم الآن تذكرهم بالجنة وما في الجنة من نعيم المقيم وتقول لهم والله يا أمي أنت وأبويا والله أنا نفسي متحرمش منكم أبدا لا في الدنيا ولا في الآخر أنا مش عايز أعيش معكم في الدنيا وأتحرم منكم في الجنة نفسي أبقى معكم في الجنة شوف هات ديه وده بيذكرنا بموقف جميل جدا لسيدنا أبو هريرة بس بعد ما تصلنا على حبيبك صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة جامعة والحديث رواء مسلم في يوم من الأيام كان بيدعو أمه للإسلام فتأبع عليه ترفض مش عايزة بيقول فدعوتها يوما إلى الإسلام فأسمعتني في النبي ما أكره قالت كلمة وحشة جدا في حق النبي سيدنا أبو هريرة بيحب النبي أكتر من الدنيا اللي فيها فرح للنبي يبكي فقال له يا رسول الله كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبع علي واليوم دعوتها فأسمعتني فيك ما أكره يا رسول الله ألا تدعو الله لها كي يشرح الله صدرها للإسلام فقام النبي وقال اللهم اهدي أم أبي هريرة الله شو بقى تخيل لو أمك بقى مكان أبو هريرة فقال بلك مكان أم أبو هريرة والنبي دعا لأمك وانت رجع البيت عشان تطمم بقى فرجع أبو هريرة وأقدامه تسابق الريح وصل لحد البيت لأ الباب مأفول فسمع أمه بتقول له على رسلك يا أبو هريرة ما تدخلش دلوقتي قال فسامعته قد خضت الماء صوت حدي كده بيتوضى ولا حاجة فقال ففتحت بعد أن عجلت بلبس درعها وخمارها ثم قالت يا أبو هريرة يا كتش نيد شوية لكن المرضي بقى بتبتسم ليه وصلت الدعوة خلاص جاءت الهداية من عند الله سبحانه وتعالى فقالت يا أبو هريرة قال أجل يا أمه قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة يا جماعة في ساعتها عبالما أبو هريرة وصل كانت المنحة الربانية نزلت على قلب أم أبو هريرة رجى الله عنها وأرضاه فأسلمت فعاد أبو هريرة قال لك طالما المسألة مشى نأخذ بقى حاجة تانية فرح راجع للنبي في نفس الحديث رح راجع للنبي قال أبشر يا رسول الله فلقد استجاب الله دعوتك وأسلمت أمه فقال نبيه خيرا الحمد لله فقال أبو هريرة يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى المؤمنين وأن يحبب المؤمنين إلينا قال فدع النبي وقال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين وحبب المؤمنين عليهم قال أبو هريرة فما يسمع بي مؤمن ولا مؤمنة إلا وقد أحبني بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عشان كده بقول يا جماعة الأم والأب دول أغلى حاجة أغلى حاجة بعد النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم عشان كده لازم تحرص على ان امك تبقى على طاعة وابوك يبقى على طاعة تحرص ان انت تكون معهم في الجنة بس باني طريقة جماعة ما فيه شباب لما بيلتزم بكل اسف بقول بكل اسف بينقل احاسيسه غلط بمعنى ان انا انتزمت خلاص بقيت مرتاحي ومشاء الله مطبق سنة وبقرأ قرآن وبصلي ام بهم ما بيصلوش يقول لهم انتو كذا وكذا وكذا ويشتمهم ويسبهم بل بصلي هاحنا ويكفرهم يعيزم بالله نا سيدة العفو والعافية ده مش اسروب يا جماعة ده في النهاية ده امك وده ابوك والنبي SAW ما تصلى عليه يقوله الوارد وأوسط وأبواب الجنة يعني ايه اوسط أبواب الجنة يا جماعة طب هيه أبواب الجنة تمنت بواب فوق بعض أوسط يعني ان ما فيش لا 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 أوسط يعني احسن مش أوسط يعني أوسط باب وإلا كان يحتاج ان الجنة تبقى تسع أبواب صح والله لا أوسط يعني أحسن أحسن وأجمل أبواب الجنة باب البرج بتاع الوالدين تخيل بقى فلما أنت ضيع باب من أجمل أبواب الجنة بسبب العخوك يبقى أنت كده ظلمت نفسك وخبالك ده من أسباب إحباط العمل أو حبوط العمل العخوك الوالدين النبي صلى الله عليه وسلم قال فلاختن لا يقبل الله منهم صرفا ولا عبدا لا فريضا ولا نافلة أول واحد العاق الوالدين اوعى أمك وابوك حبيبك لازم تقب بأيديهم إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى بإيه بقى مش بإنك تقول لهم ده حلال وده حرام وده منكر وده كذا لا 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 من داب أن أنت لما التزمت بقى عندك أحساس جميلة قوي بقى عندك إحساس عالي جدا حب لله ما شاء الله ما لقلبك حب للنبي صلى الله عليه وسلم حب للقرآن حب للسنة حب لكل طاعة فانت تنقلوهم الأحساس دي والله يا أمي لو تعرف الإحساس الجميل والفرحة والسعادة اللي مالي قلبي يعرف يا أمي أنا ما بقى في الصلاة بتخيل فعلا كإني فعلا بقى ناجي ربي مش ربني لقى كده قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال جل وعلا حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم دين مجدني وهكذا بحس أن أنا بناجي ربنا يا أمي تخيل كده يا أمي لما بعض أطبق سنة من سنة النبي والسلام بتخيل أمي كإني النبي وقف قدامي بأمرني إيه يا أمي ما نفسك إش تبقي معنا لي في الجنة أه نفسي يا ابني طب ليه لأ طب ما تحرميش نفسك طب بالله عليك تعالي بس توضي ما معرفش تعالي علمك ومش عيب يقول إن أنا علمك أو أنت تعلمين طب تعالي يا أبا بس نفسي مرة تيجي معايا المسجد تعالي نخش بيت ربنا عشان نفس ربنا المعنى نفس ما تحرمش منك أصلي بحبك أعمل إيه ونقله لحاسيس لو بيتعامل أمك وأبوك معاملة حلوة بنسبة 100% لما تلتزم خلي الجرعة زيادة خليهم يحسوا بالفرق خلي المعاملة 200% يعني وأنا ديت مثل قبل كده لما كنا في أمريكا كان في شاب يهودي أسلم فلما أسلم فأمه يهودية وأبو يهودي لسه مازالوا على الديانة وكانوا متزمتين جدا فأحد المشايخ بيسأله بيقول له يعني أنت لما أسلمت أبوك أمك ما زالش قال له أبدا بالعكس ده أمي كانت فرحانة جدا جدا قال له طب هم فين موجودين قال له لا أبو يمسافر أمي موجودة قال له طب خلاص هتا يعني ممكن ربنا يكرمنا ويكون سبب في إسلام جاءت تاني يوم يهودية جماعة جاءت تاني يوم لابس الخمار فالشيخ استغرب فبيقول له هي أمك أسلمت يا هات قال له لا أم أسلمتش بس هي لقيت أن معيب عيب أن هي تيجي طوف قدام الشيخ مسلم وهي معاري شعرها أنا أهدي هذا الكلام للمسلمة اللي خارجة بشعرها شفت ديه وديهودية بتستحي من الشيخ ومسلمة ما تستحيش من الله حكا صعب قوي فالمهم فجاءت إليها فالشيخ سألها قال لها بالله عليك أنت مش زعلان هنقبلك أسلم قلت له بالعكس ده أنا فرحانة جدا ونفسي أنه يفضل على الدينة دي قال لها ليه قالت له أنه قبل ما يسلم كان بيضربني ويشتمني وكانش بيسمع كلامي وعمره في حياته محترمني فجئت مرة واحدة لقيته داخل علي بيخبط وبيقبل إيدي وبيقبل راسي وبيقول لي أنا تحت أمرك يا أمي اللي تؤمولي بي أنت جنتي وناري أنا عمري في حياتي مهزع عليك إيه اللي حصل لك يا ابني قال لها أسلامت قالت له حلو قوي الدين ده جميل خليف عليك سبحان الله هذه جماعة الصورة الجميلة الصورة الجميلة اللي احنا عايزين ننقلها إن احنا فحلا نحسس الناس قدي الإسلام حلو قدي إيه هي دي أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مش مسألة أنا التزم تكشفها المشكلة المشكلة يلتزم يعتقد أن التكشير ده هو الخشوع لا يا جماعة فرق بقى بين الخشوع وبين التكشير الخشوع ده في القلب خطي بالك والتكشير ده ده خلق خلق أنا لازم أكون بشوش كان النبي مش قصوتنا هو النبي مش قدوتنا هو النبي صلى الله عليه وسلم خلاص لقد كان لكم خب بالك بقى لفظ الآية لقد كان لكم في رسول الله قصوت الحسن طب ليه ربنا ما قالش لقد كان لكم في قوة رسول الله أو في شجاعتي أو في كرمي أو في عبادتي أو في بزل قال لك لا كل حاجة كل حاجة في النبي لنا فيه القضوة والأصوة صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم فيه رسول الله أصوة الحسن لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا شوف النبي والله لما تدرس أخلاق إن شاء الله نعملوك هنا في قناة المجن دروس يعني حوالي 30 درس عن أخلاق الرسول كل درس نتناول فيه خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم هتشوف قد إيه والله لو قرأتم مع الأخلاق النبي على السلام لا يمكن تمشي تكشر فرش حد لا يمكن تتعامل مع حد بغلظة هتلاقي قلبك ده مليان رحمة حتى وانت بتدعو الناس أخي ما بتنظرش للناس على إن هم ناس عصا وانت بقى الطائع اللي من برج عالي انت العالم وهم الجهل بالعكس ده داعية هو اللي محتاج للناس مش هم اللي محتاج له ليه هديك مثل سبعا تصلى على حبيب صلى الله عليه وسلم انت عارف لو ربنا قدر لك الهداية ربنا قدر ان يسين من الناس رب خلاص الهداية تنزع ليه النهاردة ان شاء الله فلو ربنا قدر لك الهداية يبقى انت هتهتدي على إيدي أو على إيد غيري لكن أنا بقى عشان نفسي ربنا يكرم لي بحسنات زيادة محتاج ان ربنا يهديك انت على أداينا يبقى مني اللي محتاج لمن الداعي هو اللي محتاج المدعو صح الله اه لو نظرت من المنظور ده هتلاقي نفسك فعلا بتزلي نفسك لإخوانك المسلمين أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين هي دي المسألة الحاجة الثانية اننا لما بنظر لك بنظر لك على اني لو انسان مثلا بعيد عن طاعة ربنا ده مريض يا جماعة طب فيه واحد دكتور بيروح له مريض مرض بدني اول ما بيشوفه بيمسك السكينة ويشق بطنه وخلص طبعا لا هو بيعمل ايه بيكشف عليه وبيدله مثلا حبايا او بيديله مرهم حاجات بسيطة جدا اخر حاجة بقى المشرط صح الله ففيه ناس بتستعمل المشرط على طول ما ينفعش لأ لازم الدعم الرحيمة كده ولازم تفتكر وتتذكر قول الله عز جل كذلك كنتم من قبله فمن الله عليكم فتبينوا اوعى تنظل للناس نوم معصا وانت طائع انت ما تولدتش طائع خلتي مالك انت يا ما كنت في معاصي ويا ما وكلنا أصحاب ظنوب طبعا حدش فينا معصوم إلا النبي صلى الله سلام والعصم دفنت يوم أن دفن النبي ومحمد صلى الله سلام فلما تتعامل مع الناس تتعامل برحمة ورأفة تبقى مشفق عليهم تبقى النسان انت شايفه بيزني بزنوب كتير جدا وانت بتعامله مش أرفام منه لا انا مشفق عليك خايف عليك من النار نفسي اخد بيدك للجنة نفس ربنا يجمعنا وايك في الجنة ولذلك حتى لما تدعوه ادعو كده ايه باللين ورحمة واسيب الباب مفتوح افرج ما استجبش اخذ بالك ما انتش يعني مكنع اكتر من النبي على سامة النبي دعا ناس كتير وما استجبوش انت هتدعوه ما استجبش طب يا اخي امسح على صدره كده وربنا بقى فيك ما تنسليش من دعائك وانا كمان مش هنساك من دعاء واسيب الباب موارب ربما يجي واحد غيرك يدعوه يكون عنده ماشاء الله حج وعنده طريقة مكنعة احسن منك فيكون سبب في هدايتي ويكون كل ده في ميزان حسناتك بفضل الله سبحانه وتعالى تعالى نشوف موقف تاني سيدنا ابو بكر وحبه للنبي ودفاعه للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا علي بنبي طالب بيحكي لنا الموقف ده بيقول يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اخذته كريش فهذا يجبأه وهذا يتلتله ده يخبطه وده يزقه وده يعمله والنبي واقف صلى الله عليه وسلم قال فما استطاع احد ان يتقدم من النبي او يقترب الا ابو بكر هو الوحيد للقرب فرح دفع المشركين يمنة ويصرح ويخبط ده ويضرب ده ثم يصرح ويقول اتقطرون رجلا ان يقول ربي الله فعلي بن ابو طالب كان بيحكي الكلام ده وكان عليه بردة فنزعها وظل يبكي يبكي حتى بلل لحيته بالدموع ثم قال له انشدكم بالله بكلم الصحابة ابو بكر افضل ام مؤمن آل فرعون فسكته فقال اخبروني فوالله لساعة من ابي بكر خير من الف ساعة من مؤمن آل فرعون فهذا رجل يكتم ايمانه وهذا رجل اعلن ايمانه رضي الله عنه ارضاه نفس الموقف حصل كما في الحديث الاذراء البخاري عن ابن عمر انه الف نفس الموقف حصل وجاء عقبة بن ابي معيط واخذ يهز النبي وخنق النبي صلى الله عليه وسلم فجاء ابو بكر فضرب عقبة بن ابي معيط وقال ويل لكم اتقتلون رجل ان يقول ربي الله حيا مواقف حب سيدنا ابو بكر اللي نبع السلام مواقف كتيرة جدا 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 جماعة وشيقة لكن المواقف دي كلها ان شاء الله هنشوفها من خلال رضي الله عنه ارضاه تمور الايام يا جماعة ويبدأ مرحلة الاذاء الشديدة جدا للصحابة طبعا تعرفين الصحابة تعرضوا لاذاء فوق ما تتخيل يعني كانوا يضربوا وكانوا يعذبوا وكانوا يطردوا وكانت تأخذ اموالهم وكانوا يقتلوا يعني اذاء فوق الخلال درجة سيدنا بلال كانت تضع السخور والحجارة العظيمة فوق صدره رضي الله عنه ارضاه فكان يصرخ ويقول احد احد فيمر عليه ابو بكر ويقول ينجيك الله الواحد والاحد خباب ابن الارضة يا جماعة رضي الله عنه ارضاه يعني لا تتخيل انه كان ينام على الفحم الفحم المتولع ده فكان لا يطفئ الفحم الا ودك وشحم ظهري الدهون اللي بتنزل من ظهره من كتر الفحم كتهيه اللي بتطفئ الفحم تخيل فسبحان الملك كانوا بيعذبوا عذاب شديد لدرجة ان السيدنا خباب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم والحديث روالي بخاري فقال يا رسول الله الا تستنصر لنا الا تدعو الله لنا فقام النبي مغضبا وقال انه قد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الارض فيوضع فيها ويوضع المنشار عند مفرق رأسي فيشق نصفين ويمشط بامشات الحديد ما دون لحمه الى عظم ما يصده ذلك عن ديني والذي نفسي بيدي لا يتمنى الله هذا الامر حتى يسير الراكب من صنعاء الى حضر موت ما يخاف الا الله والذئب على غنمي ولكن لكم قوم من تستعجلون نسترسل في الكلام عن محارة إزاء بعد الفاصل ان شاء الله فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم التجريد الصريح من أحاديث الجامع الصحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه التجريد الصريح من أحاديث الجامع الصحيح سلام الله سلام الله سلام الله سلام الله نبعثه نعطره رياحنا السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة تانية بنرجع جماعة القصة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وضع تلميذي النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أن سيدنا أبو بكر في الفترة دي كانت مرحلة إزاء شديدة جدا على الصحابة وكان سيدنا أبو بكر من أصحاب القلوب الرحيمة لأن هيجلنا دلوقتي في المناقب بتاع سيدنا أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أرحم أمتي بأمتي أبو بكر والفعل ما كانتش رحمة مجرد كلمة بتخرج من فم أبو بكر بل كانت قول وفعل وتفاعل مع الأحداث التي تحدث للناس من حوله سيدنا أبو بكر معد يا جماعة والصحابة بيتئزوا إزاء شديد جدا كان من ضمنهم زي ما قلنا سيدنا بلال رضي الله عنه وضعه كان بيعذب عذاب شديد وكان الكفار كانوا يقولون البلال آلات والعزة إلهاني من دون الله فيقولوا أحد أحد مع إن ربنا رخص لهؤلاء المسلمين المستضعفين في هذا الوقت إن الواحد فهم لو قال كلمة الكفر من وراء قلبي فلم أن قلبه مطمئن بالإيمان فيجوز من أجل أن ينجو من هذا العذاب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان وخبالك لكن سيدنا بلال لم يأخذ بالرخصة بل أخذ بالعزيمة ليه قال كانت أغيض لهؤلاء المشركين أن أقول لهم كلمة أحد أحد ولو أعلم كلمة أغيض لهم من أحد أحد لقلتها خبالك لذلك بعد أنه بعد ما نجيه الله عز وجل بعد ذلك كان الصحابة بيسألون أما كنت تشعر بالعذاب ما هو برضو يا جماعة سيدنا بلال ده بشر إزاي يتحمل هذا العذاب الشديد يعني وخبالك فقال والله لقد ذقت حلاوة الإيمان وارتفع الإيمان في قلبي حتى أني لم أعد أشعر معه بأي عذاب يا سلام هي دي المسألة إن الإيمان يا جماعة فعلا بيعمل من الإنسان أو يصنع من الإنسان إنسان تاني خالص سيدنا أبو بكر يا جماعة لما عد من قدام سيدنا بلال هو بيعذب كان ممكن يكتفي بأنه يعني يقول إن لله وإن الله يرجعون أسأل الله عز وجل أن يعافيها أو أن يخلصها من أي دي المشركين ما عملش كده بس يا جماعة سيدنا أبو بكر تفاعل تفاعل إيجابي لأبي يعذب هو مجموعة من الصحابة على طول جري صفت طلالات وجامع الأموال وبدأ يشتري هؤلاء العبيد والأرقاء ويعطيقهم لوجه الله خشة أن يفتنوا في دينهم راح يشتري سيدنا بلال من مين من الكراجل اللي كان يملكه اللي هو أمية بن خلف عليه من الله ما يستحقه فسيدنا أبو بكر بيقول له أتبيع بلالا قال أمية أبيعه لا خير فيه خلاص ده صبق ودخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم فانا ما يلزمنيش قال بكم ففي الوقت ده كان العبد يبع بأوقية من ذهب أم أمية بن خلف حبي أذهب حبي يزود شوى عشان إيه سيدنا أبو بكر ما يقدرش يشتريه قال بعشر أواقل من ذهب فوجئ بقى بحاجة ما كانش يتخاله لقى سيدنا أبو بكر راح مطلع له عشر وقيا الدهب ومدهله قال له إيه ده تبيعي أو تشتري بلالا بعشر أواقل من ذهب قال أجل فاشتراه فأمية بن خلف وهو بقى سيدنا أبو بكر ماشي قال يا أبا بكر والله لو أبيت إلا أوقية واحدة لبيعتك بلالا سيدنا أبو بكر راح بقى غيزه بقى بس في حاجة تانية قالوا ووالله لو أبيت أنت أنت بيع بلالا إلا بمئة أوقية لاشتريته بلالا سيدنا بلال غالي عندنا قوي خدت بالك شوف مقياس بقى سيدنا بلال كان عند أمية بن خلف قديه وعند أبو بكر رضي الله عنه ورضاه يعني شيء طبعا فوق الخيال الممس سبحانه الملك يعني ناخد من حت دي درس مهم جدا يا جماعة بسمعنا صلى الله على سلم يا جماعة إحنا لما بنسمع عن ألام المسلمين في فلسطين وفي الشيشان وفي العراق وفي كل الأماكن ديت إحنا موقفنا إيه كمسلمين إحنا هل يا طرى تمتمنا بكلمات كده قلنا لا حول ولا قتل بالله وربنا نجيكم وخلاص ولا تفاعلنا مع هذه المواقف وسعيدنا أخواننا يا جماعة من خلال المصارف الشرعية المفتوحة في أي دولة مسلمة فيها إيه لما تاخد جزء من مرتبك وتبعاته لإخوانك في فلسطين أو في العراق أو في أي دولة من خلال مصرف شرعي ومصرف يعني يقام على عين الدولة نفسها خلت بالك فيها إيه لما تساهم في إعانة إخواننا من المنكوبين في زلزال باكستان فيها إيه لما تدعم مشروع زي مشروع إنشاء مستشفى سرطان الأطفال في مصر إيه المشكلة لما كل ده صادقة جارية وربنا يجعلها في ميزان حسناتكم إن شاء الله بيبقى موقفنا موقف إيجابي مع أي حدث يحدث في بلاد المسلمين وأي ألم بيتألمه أي مسلم جماعه ألمين نحن مثل المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمة سيدنا أبوكرا جماعة أعطق عدد كبير جدا جدا من المسلمين من أصحاب النمع السلام رح أبو معترض عليه قال يا بني إني أرى أنك تنفق مالك على إعطاق عبيد ضعفاء فأرى أن تنفق هذا المال في شراء عبيد أقوياء ينفعونك في العمل والتجارك فقال له أبو بكر رضي الله عن رضا يا أبتاه إنما أريد ما أريد أنا ما بفكرش أصلا إن أنا أشتريهم عشان أشغلهم ولا أخذ من أرام فلوس أنا أريد واجه الله سبحانه وتعالى فقام عدد من المنافقين وقال والله ما أعطق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده يعني سيدنا بلال قدم له معروف قبل كده فحب سيدنا بلال وقل إيه يردهونه فسكت أبو بكر لأن المخلص يعمل في صمت فتولى الله عز وجل الرد فنزل قول الله عز وجل وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا بتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى يا جماعة سبحان الله رغم العذاب اللي كان بشوفه الصحابة كانوا صحداء جدا أنا بتعذب في سبيل مين أنا مش بتعذب عشان منصب أنا بجرع عليه ولا عشان عضوية في مجل الشعب ولا عشان لقم تعيش ولا عشان فلوس ولا عشان مش عفيه أنا بتعذب عشان ربنا سبحان الله تعالى ولذلك أحد الأئمة من التابعين كان حصل له موقف طريف جدا بس بعد نتصلنا لحبيب برضه صلى الله سلم خدوه مرة في أحد السجون وقعدوا يعذبه فيه أحد الأئمة فمن شدة العذاب أقعد مش قادر يقوم خالص فالزوج الشرطي الكبير بتاعهم فقال له اذهب إلى الزنزانة بتاعته قال له مقدرش مش قادر يقوم فرحم نادع العسكري قال له شيله على اختفق وطلعه على الزنزانة فشيله على اختفق كده وحط الإمام ده على اختفق كده فالإمام أول ما لقى نفسه إيه دا كفين فوق كدف الرجل ده فقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإن إلى ربنا لمقالبون دعا دعا عقده ركوب الدب أخذ بالك فالمهم يعني الدرس برضه التاني نحن نقض من موقف سيدنا أبو بكر قدي يا جماعة الإنسان لم ينفق ما بيبصش هو أنفق قدي انت بتنظر للحاجة واحدة بس ان ربنا قال ما عندكم ينفد وما عند الله يباق وان النبي أقسم على ذلك حديث رات تلميزي في سنة صحيح لو كنت مصدق النبي يخليك على يقيم بالكلام ده النبي بيقول طب ونبي يا جماعة لو ما أقسمش هو الصادق ولا لا طب ولم يقسم أكثر يعني ده النبي هو الصادق الأمين سنة سنة كون ان النبي يقسم مش بيقولك عشان تصدقوا لا انت مصدقوا مصدقوا بس عشان يزود اهتمامك بالحتة ديت ويخلي اليقين في قلبك عليه قال النبي ثلاثا اقسموا عليهن أول حاجة في الثلاثة هي أكثر حاجة شغل الناس قال ما نقص ماله عبدا من صدق ما تخافش والله والله لو معاك ميت جنيه أو ميت ريال وبتنفق منه عشر اللي بقى ما بقاش تسعين لا البركة بايه بتدب في هذا الشيء بيبقى التسعين دول مثلا بمقام سبعمائة بمقام تسعمائة بمقام تسعة تلاف بمقام مليون ما انت لا تدري البركة من عند الله سبحانه وتعالى خلت بالك فانت لو عايز تبقى يوم القيامة في ظل عرش الرحمن ايه رأيك تحب؟ ما اكيد كلنا نحب ربنا اجمعنا واياكم في ظل عرش الرحمن يا جماعة ده الناس يوم القيامة يحشرونها حفاتا عراطا غرلا ده ما آس يا جماعة والشمس تبني فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل ويقتل بجهنم لها سبعون الف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك الموقف صعب جدا جدا ربنا نجينا واياكم في اللحظة دي انت ممكن تكون في ظل عرش الرحمن بايه؟ بعمل بسيط جدا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والحديث الرؤى البخاري ومسلم قال سبعات يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل من ضمنهم يا جماعة من ضمنهم مين؟ ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه خبالك فمرة كده لله طلع من جيبك وما تعدش ودي الفقير ادفع في المستشفى سرطان الأطفال ادفع في أي مشروع خير في دار أيتام لأي حد يا جماعة من الفقراء ويعمل بقى حسابك انك في الوقت ده تستحضر انه يا رب اجعل الصدقة دي سبب دخولي في ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك سبحانه وتعالى سيدنا وكرة يا جماعة حقيقة مواقفه يعني سبحان الله ما تقدرش ان انت تقول انا يعني اتعجب من اي مواقف كل المواقف اللي عمله في حياته مواقف تصير الدهشة الانسان فعلا يوم مش ممكن ده انسان يعني كان في قلبي من اليقين ومن الحب لله وللرسول الله صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير رضي الله عنه ورضاه كان أمة في رجل وكان رجلا في أمة رضي الله عنه ورضاه لما تتكلم عن سيدنا وبقر تحس ان حياته استوعبت الرسالة كاملة في اي مجال من مجالات الخير او الطاعة او العبادة او البزل او الجهاد او العطاء او انكار الزات او اي حاجة تجد ابو بكر في المقدمة لازم تلاقي في المقدمة رضي الله عنه ورضاه لم يكن نبيا ولكنه كان يعمل بعمل الانبياء رضي الله عنه ورضاه عشان كده هو افضل مسلم على وجه الارض بعد النبي محمد هو ابو بكر رضي الله عنه ورضاه كان دائما لجماعة يؤخر نفسه ويقدم غيره كان لا يرى لنفسه حظا ابدا ابدا كل اللي يهمه تبليغ دعوة النبي على السلام حماية النبي انه على قد ما يقدر انه يقدم اي شيء لخدمة دين الله سبحانه وتعالى ما كانش لحظ في اي حاجة حتى في الزعامة حتى في الزعامة لما كان الرجل الثاني بعد النبي على السلام ورغم ذلك كان لا يقدم نفسه على احد بل حتى لما مات النبي على السلام سيدنا ابو وكر حب يبايع مين يا جماعة حب يبايع سيدنا عمر او سيدنا ابو عبيد ورفض ان هو يبايع لحد دمما سيدنا عمر قال لا بل نبايعك انت انت اللي تبايع لكن سيدنا ابو وكر ما كانش عايزها خالص والله ولا كان لأي غرض في لا رئاسة ولا خلافة ولا زعامة رضي الله عنه وارضان يما تبص حتى في حظ نفسه في الراحة في راحة الجسد راحة الانسان لا تجد له اي حظ في ذلك حياة كلها اوقفها لخدمة دين الله سبحانه وتعالى اول مجاهر لسه حكين الموقف لما ضرب رضي الله عنه وارضان حتى موش تورم ونزفت الدماء فين الراحة هو عارف انه يضرب وعارف انه يتأذي ورغم ذلك لا يؤثر لنفسه راحة ابدا هو اهم حاجة ان يجهر بكل ما اوتي من قوة بان يعرف الناس يا جماعة احنا كلنا عايزين نبقى مسلمين لله عايزين نبقى موحدين عايز يبلغهم اللزة اللي كان حاسسها رضي الله عنه وارضان لما خرج يهاجر مع النبي لسه جاي الكلام عن الهجرة لما خرج يهاجر مع النبي هو عارف يقينا ان النبي مطلوب للاتل عايزين يقتلوه وهو خارج مع النبي يعني هو كمان هيتقتل ورغم ذلك كان اسعد انسان وقال للنبي وهو يبكي من الفرح الصحبة يا رسول الله الصحبة يا رسول الله في حد في الدنيا يبكي لانه عارف انه خارج يتقتل انا مش ممعندي هتقتل ولا الممعن انا اكون مع النبي صلى الله عليه وسلم تشوفوا مثلا في غزو البدر الكل مقدرش يقرب بالنبي في غزو البدر والوحيد اللي وقف في حراسة النبي هو ابو بكر لان النبي كان مطلوب هيتقتل فابو بكر خايف على النبي فهو الوحيد اللي وقف ومسك سيفه وبقى ايه واقف جنب عريش النبي صلى الله عليه وسلم وعرض اولاده كلهم للخطر اولاده كلهم كان ممكن يتقتلوا والفعل ضربت اسماء ساعة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابو بكر هتبقى لك فكان مالوش اي حظ لا في راحة نفسي ولا في مالي حتى حتى فلوسه ما كانش ليه اي حظ يا جماعة ده الانسان لما تققى في آيات الله سبحانه وتعالى في كتاب الله تعلم ان الانسان اصلا جبل على حب المال ربنا لقى كده وتحبون المال حبا جمع شوف الضغط ازا عمل ازاي يعني الانسان بيحب الفلوس فوق ما تتخيل درجة ان في ناس بيتضحب كل حاجة عشان الفلوس الناس نضال عفراف بيبيع ضميره مع ان ربنا قال لي النمع السلام وانذرهم انذر هؤلاء الناس وانذرهم يوم الحصرة اث قضي الامر وهم في غفلات وهم لا يؤمنون اللي انتو شغلكوا عن ربنا الدنيا قال جل وعلا انا نحن نارث الارض ومن عليها وإلينا يرجعون هتبالك المسألة عملا ازاي فالانسان اصلا جبل على حب المال الصديق بقى رضي الله عنه ورداء كان يستمتع ببزل المال عمك شوف تحدي بيستمتع ببزل المال اهو ابو بكر رضي الله عنه ورداء كان يشعر بمتعة ولزة شديدة جدا في الانفاق حب يطلع والياد العليا خير من الياد الصفلة رضي الله عنه وارضاه زي ما قلتلك في بداية الدرس اللي فات ان الزعامة في كريش كانت في عشر قبائل كان من ضمنها بانوتايم بانوتايم كانوا مسؤولين عن الديات والمغارم ايه دية انت قتلت واحدة تفع دية طب معيش يعمل ايه يروح لبانوتايم والمسؤول عن الموضوع دا كان ابو بكر كان يتوسط له عند قريش عشان ايه عشان مسألة دفع ايه دفع الدية واحد عليه دين كان ابو بكر هو اللي يتوسط له ويجمع له المال عشان كان عنده حب ايه البزد والعطاء وحب خدمة الناس وديكت اخلاقه قبل الاسلام فما ظنه كان اخلاق ابي بكر بعد الاسلام رضي الله عنه ورضاه لان اهده هديك مثال كمان تاني بس ما نصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر جماعة في بداية البعثة كان معه فلوس قديه هو كان عنده مشاريع اصول سابتة اللي انا بكلمك عنه دي دي الفلوس اللي كانت معه مش المشاريع نفسها كان معه اربعين الف درهم انفق خمسة وتلاتين الف درهم على خدمة الدعوة قبالة وساعة الهجرة هينفق الخمس تلاف اللي بقين ولما بقى خليفة كانت صروته سفر ولما مات كان عليه ست تلاف درهم ايه رأيك واحد زياده ممكن يكون بيحب الفلوس لا يمكن يا جماعة ابدا خلى حياته كله وماله كله لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم لدرجة يا جماعة لما كان حد يسلم من خارج مكة لما كان ينزل مكة كان لازم ينزل في ضيافة ابي بكر زي ما حصل وذكرنا قبل كده في قصة سيدنا ابي زر الغفاري لما اعلن اسلامه امام النبيع السلام النبي سألوا من اين انت قال من غفار ابو بكر قال له خلاص ما هو ضيفي بس اي حد يسلم جاي من بره ايه مكة لازم ينزل في ضيافة ابي بكر رضي الله عن الله ولذلك بقى لي حق يسمع كلمتين حلمين ذل من النبي صلى الله عليه وسلم حديث روات ترمزي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم ما لأحد عندنا يد يد يعني معروف إلا وقد كافأناه بها ما خلى أبا بكر إلا الوحيد اللي مش عارفيني كافؤه أبو بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة يا سلام النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك أنا ما أقدرش يكافأ أبو بكر اللي يكافؤه هو الله ما نفعني مال قط ما نفعني مال أبو بكر أكتر من ربنا نفعني به هو مال إيه أبو بكر فبكى أبو بكر وقال وهل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله ده أنا ومالي تحت أمرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم للدرجة يا جماعة من كثرة انفاق سيدنا أبو بكر تخيل لم يبقي معه أي شيء ما خليش أي حاجة حديث روى أبو داود بسند صحيح سيدنا عمر بقلي بيحكي الحديث ده سيدنا عمر بيقول إيه ندبنا النبي يوما للصدق يعني ندبنا يعني لم يجب علينا ما قال لناش لازم تدفعه قال يعني لو حد عايز يتصدق يتصدق قال عمر فوافق ذلك عندي مال أنا بسيط كده كان مثلا كان فيه زرعة طلعة هاتوا شاف إيه باعها بقى معه فلوس قال فوافق ذلك عندي مال عمل إيه سيدنا عمر كان معه مثلا عشر تلاف دينار هياخد منهم كام خمسة دينار مية ألف لا خد نصف المال فأخذ نصف المال وقال اليوم النهاردة بقى هو دوم التحدي الحلو التحدي في الطعاء والخير يعني كان عمره ما قدر يسبق سيدنا أبو وكر في أي طعاء فنفسه يسبق أمر فقال اليوم أسبق أبا بكر إن كنت سبقته يوم المرة بقى بالنفس قال فذهبت طبعا رايح فرحان بقى قال طبعا لا يمكن حد يفكر ياخد نص صروته ويحطها في حجر النبي قال فوضعت نصف المال في حجر النبي فقال النبي يا عمر ماذا ترقت لأهلك وأولادك لو واحد غير بقى سيدنا عمر كان قال له ده أنا خلصت فلوسي واستلفت وعملت وبيعت حيثة الأرض وخلت الست خلعت الغوايش لكن لأهم صرحة يعني تعلموا الصدق من النبع السلام قال يا رسول الله تركت لهم مثلة أنا جبت لك النص وستلت لهم النص قال عمر فوجدت أنا بقى فوقت بحاجة حصلت أنا مكوش متخلة فوجدت أبا بكر قد سبقني وقد وضع ما له كله في حجر النبي فقال له النبي يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك وأولادك قال تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وخب لك من كلمة سيدنا عمر لما قال ليه فوجدت أبا بكر قد سبقني لأن كان ممكن سيدنا عمر يحط نص الفلوس فييجي أبا بكر بعد يقول ليه لا أزود بقى أو ما أنا حطت الفلوس كلها لا سبقني من غير ما يفكر مين هيجيب ومين مش هيجيب أنا أخد فلوس كلها وحطها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني من ضمن المواقف الجميلة برضو اللي توضح لك إنه ما تركش النفسه أي شيء حديث جميل روا مسلم إن في يوم الأيام سيدنا أبا بكر قاعد في جيته يا جماعة اللي كان معه أربعين ألف درهم فاتبالك قاعد في بيته ما فيش في بيته لقمة عايز لقمة خبز لسيدنا أبا بكر وتخيل يخرج من بيته في التلت الأخير من الليل يعني سبحان الله جعان جدا مش قادر فخرج لقى مين خارج لقى سيدنا أمر أو لقى نابع السلام فقال للرسول على السلام يا رسول الله ما الذي أخرجك في تلك الساعة قال ألجوعه يا أبا بكر النبي خارج سيد ولد أدم يا جماعة عشان بس يعني اللي ده أرضا مش لقى شغل مثلا شهر ولا شهرين ما يقسم للدنيا واللي فيها جماعة المسألة أبسط مين بتتخيل طالما الحمد لله بتاكل وتشرب وتعبد ربنا وعايش الحمد لله مستورة أحسن يعني من إنك انت تبعدينك عشان ضراهم معدودة لا تسوي أي شيء في هذا الكون سبحان الملك فالنبع السلام قال له أخرجني الجوع يا أبا بكر قاله أنا يا رسول الله ما أخرجني إلا الذي أخرجك أنا كمان جعان شويتين بقى من ييجي سيد عمر قال يا رسول الله ما الذي أخرجك في هذا الوقت أنت أبا بكر فقال ما الذي أخرجك أنت يا عمر فقال أخرجني الجوع فقال النبي وما أخرج نحن إلا الجوع هو هو يعملوا إيه فرح النبي ايه? رح مخبط علىسم الله بوحد من الصحابة الكلام د해 سبحانه الملكي يعني شيء غريب جدا يا جماعة فالمؤم اه طبعا في رواية اللي بتقوله انه كان بالليل ورواية بتقول انه كان بالنهار والحال رجاع من الكلام انه كان بالنهار فالمؤم رح مخبط على واحد من الصحابة ال الصحابه ده جاق في رواية الترميزة بسنة صحيح ان هو ابو الهيثم ابن طيهان اللي تعقل اصرته بقى في باعة العقبة الثانية موكفه الجميل قالت هو الآن يعمل في الناخل فرح يتمينا ديال راح جاي قال والله ما أعلم أحدا اليوم أكرم أضيافا مني يعني في بيتي رسول الله عسلام وأبو وكر وعمر يدي الهنى ويدي السعادة فالمهم فرح عشان إيه يجيب لي النبي عسلام اللبن والطمر والرطب وحطهم قدام النبي قدام أبو وكر وعمر خبالك ورح عشان يتبح في ساعتها بقى حاجة يكلها إيه النبي عسلام يكلها إيه أبو وكر وعمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب لو عندك شاب تحلبها بتنفع أولادك وزوجت اوعد ايه اوعد اتباح اتباح لنا حاجة تاني يعني فذب حشاتا ثم شوى نصفها وطبخ نصفها ووضعها أمام النبي وأمام أبو وكر وعمر فأكل النبي بس قبل ما يكون عاما الحاها اليمين أو بسمعه تصنع لحبيبك صلى الله عليه وسلم أخذ النبي قطعة لحم ووضعها في رغيف وقال اخذ هذه وأرسلها إلى فاطمة فإنها لم تصب مثل هذا منذ ثلاثة أيام النبي ما ينساش أبدا ولاده النبي ما ينساش حبيبه ولا صحابه صلى الله عليه وسلم فالمؤمن بدأ يأكل النبي على السلام وأكل أبو بكر أكل عمر وبعد ما أكله قال له النبي صلى الله عليه وسلم والله لا تسألون يومئذ عن النعيم هتتسئلوا عن النعيم ده يوم القيامة إن شاء الله ده بإيه يا جماعة حتة لحمة وشوية طمر وشوية لبن ومن النهار ده اللي بتحطي له عشرين صنف على المائدة وهو حاسس إنه محروم وإن ربنا يعني مدلوش النعم اللي هو كان بيتمناها ويا بختي مش عارف فلان ويا بختي علان ويقعد ينعي حظاه ونسأل الله العفل عفية عشان كده ربنا قال وقليل من عبادة الشكور قليل يا جماعة لما لقى حد بيشكر ربنا يا جماعة ده الشكر ده هو مظنة المزيد ولئين شكرتم لأزيدنكم والشكر بقى مش إنك انت تبوس إيه دك وشو ضار خلاص لا مش هو ده الشكر جماعة الشكر ده أنواعه كتير جدا والشكر تعدت أنواعهم خلاص سكرهم بالقلب والشكرهم باللسان والشكرهم بالجوارح والأركان شكر القلب يعني مانيا؟ يعني لو قدت لك سيئ لت نعمة تعترف من جواك إن دي نعمة خالت نفسك ولما تعترف إنها نعمة تعترف إنها من عند الله ده الي اصد من عند حد لو حدد ده Chainك هذا كذلك هو سبب وانة معسام قالا من لم يشكر الناس ولا ألم يشكر الله خالت نفسك يبقى تعترف إن دي نعمة وإنها من عند الله وإنها تستوجم عليك الشكر ولذلك في حديث البخاري اللي بتاع سيد الاستغفار إنه بيقول إيه في وسط الحديث أبوء لك يعني أعترف أبوء لك بنعمتك علي وأبوءه بذنبي فإنه لا يغفر الذنوبة إلا يباعترف إيه اعترف بإيه بالنعمة دي حاجة ده شكر القلب طيب شكر اللسان إن أنت تتحدث بالنعمة دي وأما بنعمة ربك فحدث آه ده أنا الفخير اللي ربنا أغناني أنا الجاهل اللي ربنا علمني أنا الضعيف اللي ربنا قواني أنا المريض اللي ربنا شفاني أنا الأعزب الذي زوجني الله ربنا هو اللي رزقني بالزوجة أنا الذي لم يكن عندي ولد فرزقني الله بالولد أنا وأنا وأنا وتعود تتذكر يا جماعة ده كان من ضمن الحياة اللي كان السلف يعملوها كان الواحد فيه يقعد مع نفسه كده ويفضل يتذكر نعم ربنا عليك يقول يا رب أكرمتني بكذا لك الحمد وأنعمت عليك بكذا فلك الحمد ويقعد يشكر ربنا يا جماعة ولئن شكرتم لأزيد أنكم يبقى شكر باللسان وشكر بالجوارح والأركان يعني شكر بالجوارح والأركان توضحها الآية اعملوا مش مشكوروا اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور فعمل داود شكرا فصام أحسن الصيام وقام أحسن القيام كما شهد له سيد الأنام صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وأحب القيام إلى الله قيام داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ولذلك جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل حتى تتورم قدمه فتقول له أمنا عائشة يا رسول الله أنت الذي غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر تفعل بنفسك هكذا فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا طب غفر لي ما تقدم وما تأخر ما شكروش أفلا أكون عبدا شكورا هو ده شكر الجوارح والأركان الجماعة محتاجين نحن فعلا نعرف إزاي نشكر ربنا سيرة سيدنا أبو بكر الصديق حقيقة سيرة عطلة ومليلة تعالوا نشوفنا إيش كده في عجالة سريعة كده في الديتين الفضلين مع شيء من مناقب سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عن مرضاه في الحديث الذي رواهه البخاري ومسلم أنا ربيس على صلى الله عليه وسلم قال إن أمن الناس أفعل تفضيل ما فيش حد زي سيدنا أبو بكر إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكنا خليلا ولكن أخوة الإسلام الله شوف بقى سبحان الله حديث تاني رواء أحمد بسنة صعيح يقول صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر شوف كلمة أرحم أمتي بأمتي كلمة كده تحسك ده إيه يعني قد إيه سيدنا أبو بكر ده قلبه كم مليا رحمة لكل من حوله رضي الله وذلك لما تجمع بين الحديث ده بين أرحم أمتي بأمتي وبين الحديث التاني إنما يرحم الله من عبادي الرحماء اجمع الحديثين ده كده تحس إن أكتر واحد سيفوز برحمة الله بعد الأنباء والمرسل يوم القيامة هو أبو بكر أكتر واحد ليه حظ من رحمة الله لإيه لأنه أرحم أمتي إيه بأمتي ودي زي دي وهي المسألة كده جماعة ارحموا خب بلد ترحموا ارحموا إيه ترحموا واغفروا يغفر لكم عايز ربنا يرحمك ارحم الناس هي كده بالبلدة هو ده اللي يجب أن يفهمه الإنسان مهما كان عنده قدرة ويقدر يظلم العباد لا ارحم ارحمش ربنا يرحمك على قد من أنت نفسك تنهل من رحمة الله خلي الناس تنهل من رحمتك انت عبد لكن ممكن تظلم وممكن تجور وممكن تأذي وممكن تعمل خصوصا لو كان لك سطوة أو لك منصب أو غير ذلك خدت بالك ارحم الناس واعفو عن الناس ربنا يعفو عنك ترحمهم يرحمك تغفر لهم عملوا لك حاجة أساء وليك فانت بتسامحهم لما تسامحهم هم يسمحوك اذكر اخر كان مرة واحد ظلمه ظلمه اتسبب في سجنه وضيع ماله وزوجته اتطلقت وولاده اتشرده وداخل السجن بسبب واحد في يوم الامر بني يجبع الاتنين في بيت الله الحرام وهم بيتوفوا حوالي الكعبة الاتنين بيعتمروا فالراجل الظالم حس بكمية الظلم الرهيب اللي عملها لهذا الانسان فقرب له جنب الكعبة قال له بالله عليك تسامحني قال له ابدا مقدرش ده انت سجنتني وشرطت ولادي وزوجتي طلقت وضع كل حاجة حلتي أسامحك ازاي وبعين لحنا تفكر كده وقال له ولا أقول لك أنا مسامحك لله عشان أنا نفسي بتمنى ان ربنا سامحني فلو سامحتك هو هيسامحني وانا أرجو ان ربنا سامحني يوم اليامة مقابل ان ده أنا سامحتك فحنشوف قده ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم على قد من انت عايز من رحمة ربنا ارحم الناس على قد من انت عايز من مغفرة ربنا اغفروا سامح الناس حقيقة مش نقدر نكمل الكلام عن مراقب سيدنا ابو بكر لان الوقت انتهى لكن حقيقة جماعة نفسنا نحس قد ايه سيدنا ابو بكر ده كان شخصية نادرة لا يمكن ان تتخيل مدى عظمة هذا الرجل لو حبيت تعرف مين هو سيدنا ابو بكر بص للنبي كيف رب أبا بكر وأصحابه رضي الله عنهم جميعنا ورضهم الحياة جماعة ما زالت الصفحة مفتوحة نلتقي النار الجاية ان شاء الله مع الحلقة الثالثة من حياة سيدنا ابو بكر الصديق فرضي الله عنه عن أصحاب النبي أجمعين وصلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله عن نبينا محمد وعلى عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا